موسيقى أنه بالرغم الإجراءات الاحترازية المهمة جدا برغم من المجهود الكبير اللي تعمل على مستوى التلقاح برغم من تطبيق دي المجموعة من القرارات الحالة يعني ارتفعت لكن لكن اعتقد ويعني علميا تابت بأنه لو لم نقم بهذه الإجراءات اللي قمنا بها لقدر الله لكان الوضع لكان الوضع مختلفا كل بلد يتفاعل مع هذا الحالة الوبائية يعني برؤيته الخاصة كنت ولي القطرسها تجاوزت المائة ألف مصاب في اليوم والقطرسها يعني هدك الرهان لأنه تحافظ على المكتسبات خسرته فبغلت تحافظ على الأقل على الرهان المرتبط بما هو اقتصادي احنا الحمد لله مازال في وضعية اللي الحمد لله تقدرون نقولوا بأنها ماشي نش وضعية خيبة بزاف لذلك الحكومة خدات القرارات بناء على آراء ذي اللجنة العلمية على أننا نحفظ على المكتسب اللي هو الاقتصادي اللي عنا داخليا ونخليه هاد الناس هادو تكون عندهم واحد الحياة الاقتصادية ويسهموا في الرواج الاقتصادي وما نمشيوش القرارات اللي اليوم كتطبقها بعض الدول في الجوار الأوروبي منها الحجر الشامل ومنها الإغلاق الكامل فكنضن بأنه اللي تعمل إلى حد الآن مفيد جنب بلدنا الانتكاسة اللي لا قدر الله كانت يمكن تمشيل يعني الأمور ماشي فقط يكون تأثير فقط على الجانب الاقتصادي ولكن أيضا على الأرواح وهذا هو المحرك الأساس ديل أي إجراء تقوم به الحكومة هو في المرتبة الأولى الحماية على الأرواح ديل المواطنين ثم بعد ذلك في مستوى ثاني كي يجي الحفاظ على الاقتصاد لكن مدى من الوضعية الآن في الجوار دولة قريبة منها واللي إلى فتحتي طبيعي جدا أنه الناس غيمشي وغي يجيو مدى الأوضاع وصل عندهم لهذه الأرقام التي يسجلوا يوميا فالحكومة على الأقل سوف تتابع الموضوع ولكن أي انفراج سوف يكون كما قلت في الندوة الصحفية السابقة من جهة الحكومة أيضا قرارات نحو التخفيف ونحو الانفراج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر